يتعثر المغرب مرة أخرى بخطة مترنحة نحو التوفيق بين المتناقضات وهو يراجع للمرة الثالثة منذ بداية العام الجاري توقعاته لمعدلة النمو بعد توقع سابق بـ 3.2% إلى توقع أخر بـ 1.5% وآخرها إعلان وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية أن مشروع الموازنة الجديد يرتكز على فرضيات تحدد نسبة النمو بـ 4% ونسبة التضخم في حدود 2% وعجز في الموازنة عند 4.5% من الناتج الداخلي الخام فرضيات ضعيفة مخضت عن اجتماع المجلس الوزاري المغربي الذي أقر مشروع قانون البالية للسنة المقبلة في الوقت الذي يشهد فيه المغرب صدمة مزدوجة تعكسها سياقات دولية غامضة واقتصاد دولي غير مستقر وآخر داخلي غلبت عليه اضطرابات كبيرة في سلاسل الإنتاج وأوضاع مشحونة بالمظاهرات والاحتجاجات ضد تدهور المعيشة وغلاء الأسعار القام طموحة ستستدم بمؤشرة داخلية مقلقة في ظل شح الموارد المالية واستنزاف احتياطات النقد الأجنبي بالإضافة إلى توسع الاحتقان الاجتماعي وارتفاع معدلة البطالة ارتفاع معدلة التضخم وتفاقم العجل التجاري وارتفاع فاتورة الطاقة أسباب وأخرى ستلقي بظلالها القاتمة على الاقتصاد المغربي الذي سيشهد انتكاسة حد تزيد تأزم الوضع المعيشي للمواطن المغربي